أريد أن أعطي برهان آخر وهذا البرهان مهم جدا 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 ألا وهو تخصيص يوم الأحد للعبادة بدلا من يوم السب خلي بالك أغلبية المؤمنين الأوائل أتباع يسوع المسيح كانوا بيجتمعوا في اليوم الأول أي يوم الأحد وبيكسروا الخبز في اليوم الأول وحل الروح القدس في اليوم الأول وظهرات يسوع أغلبها كانت في اليوم الأول أي يوم الأحد فكل شيء تغير مع أنه هنا مش إنكار للسبت أو كسر للسبت فهو راحة وعبادة وعلامة العهد ولكن هنا طالما أنه المسيح حزم الموت وقدم خلاص لكل البشرية تخصص يوم الأحد للعبادة طبعا إحنا ندرك أنه في هذه الأيام معظم المجتمعات اللي بيشتغلوا يوم الأحد واللي يوم السبت أو أيام وكثير من اللي بيشاهدون عايشين في الدول أغلبيتها مثلا من المسلمين ما بمارس يوم الأحد الفكرة هو يوم للعبادة ولكن تخصص يوم الأحد للعبادة بدلا من يوم السبت وهذا دليل تاريخي على فكرة مهم جدا لدرجة أنه حتى عملوا مجمع حتى يحتفلوا بعيد القيامة صاروا يحتفلوا بعيد القيامة ما كانوا بيحتفلوا بعيد الميلاد كانوا بيحتفلوا بعيد القيامة بل أصبحت التحية المسيحية اللي بنسمعها دايما المسيح قام والرد حقا قام إنها تحية مسيحية تؤكد على قيامة يسوع المسيح طبعا أنا عايش في الأراضي المقدسة وكثير من اليهود عم بيآمنوا بيسوع المسيح وأعداد كبيرة بصراحة يعني فيه نهضة بين اليهود وأغلبية اليهود بيعبدوا الرب يوم السبت هم اختاروا يوم السبت فليكن لكن بيحبوا الرب يسوع وبيعبدوا يوم السبت وهو يوم السبت شباط في البلاد عندنا أي يوم راحة يوم انقطاع من شباط يعني انقطاع فإذن مازالوا بيجتمعوا يوم السبت ولكن الكنيسة الأغلبية العظمة صارت تجتمع يوم الأحد تغيير يوم الأحد بدل من يوم السبت وهذا طبعا دليل مهم جدا ولسيما احنا بنحكي كل اليهود أو المؤمنين الأوائل كانوا من اليهود اشتركوا في القناة